قدم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني شكره للمدرسين المستمرين في أداء واجبهم في التدريس رغم صعوبة حياتهم بسبب تأخر الرواتب وخاطب بارزاني خلال افتتاحه مدرسة وروضة ماجدي ضمن مجمعه والسكن في أربيل الذين انقطعوا عن التدريس قائلاً أضم صوتي إلى صوتهم في المطالبة برواتبهم وأريد أن أقول لهم أن السبب في ذلك ليس حكومة إقليم كردستان وأكد بارزاني وجود فئة تحاول تحريض المدرسين على الانقطاع عن عملهم مشدداً على ضرورة إبعاد العملية التعليمية عن الصراعات لأنها مهمة سامية ودع الأطراف السياسية كافة إلى مساندة الحكومة في المطالبة برواتب موظفي إقليم كردستان مؤكداً أنه في القريب العاجل سيتم دفع كل الرواتب المتأخرة ولن يحرم أي معلم من حقه